اهلا فيكم حبايبي برج القوس في قناتي. رح نشوف شوية توقعاتك العاطفية او من وقت ومشاهدتك للفيديو الى اخر الشهر. القراءة متل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالة. وايضا تقبل للعكس. يعني ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها. طاقتها تكون مشابهة لطاقتك. اذا انت عم تتابع لبرج القوس. يعني. او عم تتفرج على برج القوس. ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها. طاقتها تشابه طاقتك. طبعا متل دائما خد من القراءة الاشي اللي بتحس انه بيفيدك. لانه القراءة عامة. يعني مش رح تنطبق الجميع. فخد من القراءة اشي اللي بيفيدك. ممكن يكون في رسالة ميسج اشي معين بيفيدك. واترك الاشياء الالبعية. ما تحاول انه تخلي القراءات انطبق عليك مئة في مئة. لانه مستحيل. هاي توقعات بالعاخر. اوكي حبايا ببرج القوس. رح نبلش بطاقتك اول. وبعدها رح نشوف طاقة الحبيب. طاقة الشريك. خطواتك في المستقبل. خطواته ايضا هو في المستقبل. وشو ممكن يكون ما تصير العلاقة بينكم. او ما تصير التواصل بينكم. وبشو رح ينتهي يعني. واذا في اشي بدنا نوضحه بالقراءة رح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضحه. طيب نملش بكروت نصيحة اول لبرج القوس. برج القوس عم شوف انه. انت حاليا عم تجهد حالك ممكن بالوضع العملي. او بالوضع المادي. وفي عندك اشي عم يجهدك او عم يتعبك وعم يأثر ايضا على جسدك الوضع. عم يأثر عليك من الناحية العقلية وايضا من ناحية الجسدية. فكروت النصيحة بتحكي لك. انت بتحتاج حاليا الى وقت مستقطع وقت للراحة. ايضا نحكي لك انتظر او خلي الامور تيجي متل ما تيجي. خليك في وضع تراقب الوضع حاليا او تراقب حتى الحبيب حاليا او اشياء عن العلاقة او نبين انه انت متسرع حاليا او بدك اشي بسرعة حاليا. يعني بدك هلأ هلأ. في شخص بحياتك او في اشي بحياتك معين عم يجهدك عقنيا. وانت بدك 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 تحقق هلأ. بس كروت النصيحة بتنصحك انه يعني تتمحل تستنى. لانه في بداية جديدة رح تيجي عندك. حاليا انت رح تمر ببداية جديدة ممكن يكون ايضا مع شخص عم تفكر فيه ولكن في بداية جديدة رح تصير بينك وبينها الشخص. في رحلة جديدة رح تمر فيها. واذا انت خايف من العلاقة بينكم او خايف من الارتباط مع هالشخص او او خايف انه انه الامور تكون بينكم جدية عم شوف انه بيحكي لك هون في حماية الهية لالك او معك. يعني الكون عم يحميك الله عم يحميك بكل خطوة عم تتخذها حاليا. والوضع بينكم مش رح يكون عم شوف يعني في عم رح يكون فيه بينكم احتفالات رح يكون فيه بينكم حتى نوع من الصداقة لانه تتحكي عن اوقات مريحة. ففي بينكم رح يصير الوضع رح يكون عفوي اكتر مما هو جدي. يعني فيه عندك بداية جديدة رح تصير رح تكون مليانة بالتفاعل. فقط بدك تتمحل برج القوس ما تتسرع باتخاذ القرارات. هالي كان بالنسبة لكروت النصيحة. بالنسبة لطاقتك انت برج القوس. فيه حاليا عم تمر اه اه او بفترة امتحانات او اختبارات. سواء كان بشخصيتك سواء كان بعلاقتك سواء كان مع الحبيب. ممكن تكون انت حاليا عرضة الى ايضا او حاليا انت ممكن تكون عرضة الى اغراءات الحياة. ايضا بدك تنتبه اه من العادات السيئة. يعني ممكن تكون انت حاليا محوط بعادات سيئة سواء كانت من من او 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 شغف تجاه الشخص او اشياء يعني او علاقات جنسية او سواء كان من ادكسيب يعني ادمان على مخادرات او اشي مثل هيك بدك تنتبه من اي او اي اغراءات لانه انت حاليا عم شوفك بمطرح محدود فيها. الى انه ازا مش هيك الوضع بالنسبة للك في شخص بحياتك حاليا انت منجذب جسديا لانه بطريقة كتير عالية. عم تحس انك مربوط فيه. روحانيا عم تحس انكم مقيدين او مربوطين ببعض. ولكن عم شوفك فيه نقطة او فيه وضع سارم او فيه قرار اخترته وما بدك تتنازل عنه. يعني فيه نقطة عندك هون فيه عندك. وعندك السيف هون يعني انت ماسكهم ومش مستعد تتنازل. عن قرار او عن اختيار انت اخترته. عم تعامل الوضع بطريقة كتير قاسية او كتير منطقية. برغم المشاعر اللي انت عم تحس فيها عم شوفك الى انه عم تتخذ الطريق العقلاني او عم تتخذ طريق تحليل الامور اكثر. مما انه تعتمد على عواطفك. بالنسبة للحبيب او الشريك اللي عم تتعامل معه. عم يحس انه مظلم لانه فيه عنده كون جاستس. فهالشخص بده بالعلاقة يكون فيه توازن بالاخذ والعطاء. وهو بيحس انه للبعض منكم اللي منفصلين هو بيحس انه ما كان فيه توازن بالاخذ والعطاء بالعلاقة. هو اللي كان بيعطي اكتر بالعلاقة. بيحس هيك. فهو حاليا بفترة اه راحة او وقت مستقطع. عم يحاول يستشفي فيه. عم بشوف ايضا انه هو ممكن يكون اكبر منك بالسن. في في بينكم فرق بالسن. ممكن يكون هو اكبر منك بالسن. او ممكن اه انت بتحس. انك ممكن تعتمد على هالشخص ايضا. بمعنى انه بتحترم. بتحترم اه بتحترم قراراته او بتحترم اراءه. او هالشخص اثبت لك انه هو اه متوازن بياخذ القرارات او بيحلل ايضا القرارات بالطريقة منطقية. فهو حاليا عم يشوف انه انضلم بالعلاقة وعم يحاول اه يستشفي. بالنسبة لخطواتك انت بالمستقبل. عم شوفك. في عندك اه امية. ممكن اه بدي احكي على الابراج اللي عم تتعامل معها لانه دائما بنسى الابراج. ابركز على طاقة اكتر الابراج. الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن تتعامل مع برج الميزان. ا اه برج هوائي ايضا. في عندك برج الجوزاء. والغالبية ابراج هوائي ابراج مائي. بس بتوقع هوائيه لانه الميزان هوائي الجوزاء هوائي. فا بتوقع البرج اللي عم تتعامل يكون هوائي. او في كتير طاقة هوائية عنده بالخارطة الفلكية. بالنسبة لخطواتك بالمستقبل انت عم تشوف هالشخص عم تعتبره او عم تعتبره رفيق درب. ايضا بالمستقبل برج القوس راح تلحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بين شخصين. لان البيحكي على سول ميت ولكن ايضا بيحكي عن اتخاذ قرار. بين شخصين او بين شيئين. مثل الجوغلر. فهال الكرتب يشبهه انه بالمستقبل راح تنحط بمطرح انه لازم تختار بين شيئين او بين شخصين. وانت ممكن عم تتهرب من اتخاذ هالقرار حاليا او عم تحاول تبعد عن هالطاقة عن هالان ما بدك تختار قرار حاليا. ولكن عم شوفك اه. عم تبعد عن اشي معين. او طاقة بتشبه طاقة برج القوس كتير. لانه برج القوس دائما متفاعل سريع. اذا صار اي اشي بسرعة 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 بتتعافى منه. فطاقتك بالمستقبل عم شوف انه انت يعني بدك تاخد صعب عليك انك تاخد قرار لانك بدك الامور تضل كتير عفوية. ما بدك الامور تكون جدية. وانك تاخد قرار بين شخصين او بين شيئين. ايجي يعني كتير جدي. بده بيحتاج طاقة كتير سعر ما منك. عم شوفك لكن بدك تروح في طريق اه او اهمية بدك تحققها. ممكن ايضا عم تتجاهل مشاعرك انت. ممكن بالمستقبل رح تتجاهل المشاعر وتختار المنطق. اكتر من المشاعر. يعني رح تبعد عن عرض حب او عن شخص اعتبرته اهمية بحياتك او كان بدك توصل الو. ولكن عم شوفك عم تبعد عن الوضع لانه بتحس انه اه صعب او او صار في بينكم بلوك او صار في بينكم عائق كبير مش عارف انت تحلوا. هلا من نسبة لطاقة الحبيب او الشريك بالمستقبل عم شوفه عنده عنده تفاهم اكتر للوضع ولكن هالشخص ما بيحب يخسر بمعنى انت عم تتعامل مع شخص عنيد. وبدو العدالة ممكن هالشخص بدو اعتذار منك ايضا لانه عندك فايف سوردز فهالشخص متمسك برأيه ومش رح يتنازل عم شوفو هون ما بدو يتنازل عن رأيه لانه عم يحس انه اساسا من البداية انظلم باشي معين او انت ظلمتو او العلاقة بينكم ظلمتو عاطفيا فهو بيحس انه بدو نوع من الاعتذار وبدو عم يركز كتير على التفاصيل اللي صغيرة ايضا هالشخص يعني عم يركز على الحكي اللي عم تحكي معه على اي اشي اي كلمة بتحكيها هالشخص بيحللها كتير بيفكر فيها كتير ويدرسها كتير طيب بدنا نشوف انت هل بتعت عن هالشخص يعني او بالمستقبل هال رح تقرر انك تبعد عن هالشخص بعلا او هل انت في طريقك الى هالشخص يعني كيف الكون مرتب لك الامور بدنا نشوف اول اشي طيب همشوفك انت بدك وقت مستقطع همشوفك بدك فترة هدنة مع هالشخص في اه امشوفك بالفعل يعني بالمستقبل طاقتك لانه هون بيحكي لك دكروت النصيحة بالبداية بس حكينا كان فيها بدك تتمحل قبل ما تاخد قرار فا الاتة بالفعل بدك تتمحل لا تاخد قرار لانه عندك فترة انت وهو بنفس الطاقة ازا بتركز نفس الكرت اجاكم بس هو حاليا بها الطاقة يعني هو حاليا عم يستشفي بها الطاقة انت ممكن تكون مشغول باشياء حاليا بحياتك ولكن في المستقبل انت اللي طاقتك رح تكون نفس طاقته حاليا يعني انت اللي رح تستشفي او بدك وقت مستقطع طيب بدنا نشوف يعني نبين انه انت بدك بريكن الوضع بدنا نشوف الحبيب هل ناوي يقوم بخطوة او بالتواصل اتجاهك او شو هو العائق بينكم يعني بدنا نوضح طاقته بالمستقبل أكتر بشكل عام فهالشخص بده تواصل معك أمشوف وبده بدايات جديدة معك ولكن أمشوف أنه البدايات الجديدة اللي هالشخص بده إياها بده تكون ملموسة يعني هالشخص عمشوفه ما بيحب الحكي وبده الإشياء تكون منصفة يعني العلاقة بده إياها تكون جدية بينكم عمشوف أيضا هو عم يحس بمنافسة كتير ممكن أنت تكون برج القوس محوط أو حواليك أشخاص كتير أصدقاء كتير وهالشخص عم يحس أنه في منافسة بينه بين الأشخاص الأخرى وشان هيك هو استحب حاله من العلاقة عم شوف هون أو عم يحاول يبعد لأنه هالطاقة مش كتير بتعجبه وأيضا بيشوف إنه الحكي دائما بينكم لأنه هاي ورقة التواصل ورقة communication فالحكي دائما بيشوف بينكم كل ما بيصير في بداية جديدة بيصير في بينكم مشاكل نزاع بالحكي مخاصمات مجادلات بالحكي بيشوفك هالشخص متهور بالحكي أو سريع بالحكي أو ما بتفكر كتير أو ما بتفلتر الحكي كتير قبل ما بتحكي وأنت يعني برج ناري اللي بقلبك على لسانك بتحكيه على طول بما إنه هو مبين إنه برج هوائي فبيحب يحسب كل إشي قبل ما بيحكي فيه عم شوف إنه أنتو الاثنين روحانيا كتير متواصلين مع بعض ممكن ما يصير في بينكم حكي بالفترة القادمة إلى إنه عم شوفكم عم تستشفوا وهالشخص عم يحس إنه نضلم معك أو هو كان كتير جدي بالعلاقة وإنت كنت عفوي مثلا لأنه مبين إنه فيه أوراق مختلفة بينكم أوراقك أصغر من أوراقه فهالشخص أيضا عنده تخوف من إنه يقوم بأي خطوة أو يصير في بينكم أي تواصل لأنه دائما كل بداية جديدة بيصير فيها كونفلكت وبيصير فيها تتش بالتواصل فأنتو في عندكم عدم تفاهم أم شوف في عندكم عدم تفاهم كتير كبير فبيحتاج إلى مرونة من برج القوس بيحتاج منك إنك تكون مرن وتفهم هالشخص جاي من وين يعني مش فقط أي إشي بتحسه بتحكيه على طول يعني ممكن إشيه أنت ما تفكر فيها ولكن ممكن تجرح الطرف الآخر أو تحسس منها الطرف الآخر وعم شوف الطرف الآخر وعم شوف الطرف الآخر بيحتاج إنه يكون منفتح أكتر بدل من طاقة الهدوء أو عدم الحكيه بده يعبر أكتر فعم شوف إنه بالمستقبل أفضل إشي العلاقة الطاقة المشتركة بينكم أفضل إشي اللي ممكن تساوه حاليا في المستقبل إنه تركزه كتير على تواصل بدك تركز كتير على التواصل مع هالشخص تنتبه على نوعية الحديث أو الحكيه اللي بتحكيها مع هالشخص لأنه الكونفلكت بينكم أو النزاع بينكم أو الأمور الصعبة بينكم لأنه في عندكم كتير عدم تفاهم من ناحية الحديث أو من ناحية الحكيه عاطفيا كتير قريبين من بعض روحانيا كتير متصلين ببعض بس عقليا بالحكيه بالتفاهم العقلي كتير في بينكم صدام تصادم في كتير بينكم تصادم فأفضل حل بالمستقبل إذا صار بينك وبين هالشخص لقاء أو حديث لأنه بيّن أنه أنت بدك معه بداية جديدة وهو أيضاً بده بداية جديدة ولكن دائماً بتنتهي بنزاع أو بكونفلكت فهو خايف أنه يتخذ قراره فالأفضل إنه فقط تنتبهوا على طريقة الحديث مع هالشخص أوكي حواي ببرج القوس بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تحط لي لايك وكومنت شار وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكراً ترجمة نانسي قنقر